توصل محافظة القليوبية استقبال كميات كبيرة من محصول القمح من قبل الموردين والمزارعين وذلك لتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه الفلاحين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم وفي هذا الإطار أكدت المحافظة أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين ذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف وتم تشكيل لجان من التموين والزراعة لمتابعة مراحل توريد القمح بالصوامع الحمد لله المحصول السنة دي كتير بدرجة حلوة والحمد لله الإجراءات هنا في الصوامع على أكمل وجه بالنسبة للجنة اللجنة هنا بتدي كل واحد تتحقه بما يرضي الله بنخش هنا الصوامع بناخد درجتنا من اللجنة الفرس وبنعتق وبنستلم والفلوس بتطلع في خلال 48 ساعة من السلمة من البنك بتنزل على حساب كل المورد وكل عميل بوردنا في الصوامع الحمد لله هو المحصول السنة دي كويس وما فيش أصابات قد كده الحمد لله معقول ومية مية الحمد لله وربنا رزقنا كلنا يعني الحمد لله كل اللي زرع قمح وبقى كويس الحمد لله في أسواق البترولة العالمية ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدت من المكاسب وصعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة تقدر بـ 55 من مئة بالمئة ليصل إلى 89.5 دولار للبرميل كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساسا لوسيتا الأمريكي بنسبة 34 من مئة بالمئة ليصل إلى 83.85 دولار كذلك صعدت أسعار المزوت عالميا بنسبة 7 من 10 بالمئة لتصل إلى 2.68 دولار للتر وارتفعت أسعار الغزي الطبعية بنسبة 35 من مئة بالمئة لتسجل 1.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انتلقت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامية للتنمية لعام 2024 في العاصمة سعودية الرياض والتي تستمر من اليوم حتى 30 من شهر أبريل الجاري ذلك بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء هذا وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية محمد الجاسر أن العلاقة بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجا للشراكة الاستراتيجية مشيرا إلى أن تلك الشراكة مكنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها كنموذج يحتدى للمساعدة على دفع عجلة نمو الشامل في العديد من الدول الأعضاء أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودية فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نموذج للتحول الاقتصادية العالمية مشيرا إلى أن معظم النمو الذي حققته الرياض خلال السنوات الماضية جاء من قطعات اقتصادية جديدة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادية العالمية بدافوس تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية حيث أكد الإبراهيم أن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج اقتصادي مستدام عالميا مشيرا إلى أن أنشطة الرياض الاقتصادية غير النفطية مثلت 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وفق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يستهدف منع كبرى شركات التكنولوجيا من إلحاق الدرر بالمنافسة عبر فرض قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تحتل مكانة رئيسية في صناعة الهواتف الذكية هذا وتسعى الحكومة اليابانية إلى تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يونيو المقبل وبمجاب القانون سيكون على الشركات تقديم تقارير سنوية تفيد بمدى التزامها بالقواعد المحددة كما ستتعرض الشركات المخالفة لعقوبات مالية تصل إلى 20% من مبيعاتها في اليابان وقد تصل الغرمات إلى نسبة 30% في حال تكرار المخالفات قال وزير المالية الفرنسية برونو لومير أن باريس مستعدة لمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة 3 جيجا وات يربط مدينة الدر البيضاء المغربية ببلدة الدخلة في الصحراء الغربية جاء ذلك خلال متدأ أعمال مغربية فرنسية في الرباط وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن باريس تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وتاقة الرياح والهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى الطاقة النموية